السلام عليكم في الفيديو ده هنشرح زيادات محاضرة الهايبر تنشن اللي تشرحت في المحاضرة كان في بدي اف متصور كده وليت الصور موجودة على الجروب فاحنا هنجيب زيادات بس يعني كل دوة هنجيب زيادات بتاعته بس يبقى دي مش المحاضرة الاساسية انت مفروض تسمع الفيديو الاساسي لمدته ساعة ونص بتاع محاضرة الهايبر تنشن ودي بس زيادات اللي تقالت في المحاضرة نبدأ بمقارنة عن الديوريتيكس للأسف فيها شوية اخطاء انا جبك المقارنة زي ما تقالت في المحاضرة بس هنوضح الاخطاء اللي فيها نبدأ واحدة واحدة اول حاجة الكربونيك انهايدريز انهيبتور ويلس بيشل صيد افكت بتاعه ايه الاسيدوزز بيشتغل فين مشتغل في البي سي تي تعالى نفهم بالزبط دي الصورة الاساسية اللي شرحنا عليها دي اللي فيها المعلومات الصحيحة مكان كل حاجة الكربونيك انهايدريز في البي سي تي والاوزموتيك ديوريتيكس بتشتغل فيه واحد البي سي تي اتنين في البي سي تي stay او او احنا معنا في المقارنة فيه غلطة كبيرة او اللي هي دي الكبيرة اللي هي دي مفروض تبقى Detroit معنا غلطة تانية اللي هي دي مفروض تبقة او التالت غلطة بتاعت بتشتغل في بداية controversy مش هتعمل الآخر من الجلوميريولاي عشان تخش هنا وتقوم تجذب ناحيتها شوية مية. مش مشكلة خلينا نبدأ باول نقطة معنا اللي هي الكربونيك انا هيدريز انهيبتور. ازاي بتاعها الخيار الصح هو انك تحفظها زي ما هي. الخيار الغلط هي انك تسمع الشرح اللي اقوله دلوقتي بسرعة. عندك في الجسم في حاجة اسمها يعني ما بين الاحماض وبين القواعد. في كزا سيستم بيشارك فيه. في الدم وفيه سيستم التنفس ان هو بيطلع ساني اكسيد الكربون اللي يعتبر حمض او اسد. وفيه اهم واحد فيهم اللي هو الكدني. الكدني بتشارك في الاسد بيس بالانس. ازاي الكلام ده. انت عندك هنا سي اوتو كتير ساني اكسيد الكربون عايزين نخلص منه. موجود فين او بيدخل فين بيدخل جوة الخلية. احنا هنا جوة خلية البي سي تي نفسها. والناحية اليمين دي ده اليومين يعني اليومين يعني اليومين بتاع التيوبيول يعني اليورين المية اللي هتنزل في اليورين. لكن ده ده الحاجات اللي يحصلها او ترجع للدم. احنا هدفنا ايه هدفنا ان احنا نقلل حمضية الدم. يعني ننزل السي و تو ده او نخلص منه عشان ده حمض. ونعمل عشان ده قلوي. هيزبط لنا الدنيا اللي احنا عايزين نزبطها. طب ايه اللي بيحصل هنا عندنا? السي و تو بيوصل هنا بطريقة الماء مش لقزم تعرفها المهم ان هو بيدخل جوة الخلية. بيندمج مع المية عشان يعمل اتش تو سي او ثري. مين بقى المسؤول عن العملية دي? الانزيم اللي بيشتغل هنا. انزيم الكاربونيك انهايدريز. كاربونيك عشان في كربون وانهايدريز عشان في مية. بيعمل اتش تو سي او ثري. اول ما يتعمل يوم ينقسم على طول الاتش سي او ثري واتش. الاتش ده ده حمضة برضو هيدروجين. فاحنا لازم ننزله. لكن الاتش سي او ثري ده الحلو. هو ده القصة كلها اللي احنا عايزينها. نحن نعمل له عشان خاطر نقلل حمضية الدم. ركز بقى في الجزء ده. احنا خدنا عملنا له حلو. الاتش ده محتاجين نخلص منه. عشان لو رجع هنا تاني باحنا ما عملناش حاجة. احنا عايزين ننزله. هننزله ازاي عن طريق دي. بينزل الاتش. اللي هو الهايدروجين وهيعمل او مش يعب يدخله جوه الخلية. بعد كده الان اي ده بيحصل له هنا. دي وان هو بيعكس مع الكين. بس مش مهم. المهم ان احنا بنعمل دي ابزوربشن للان اي. يبقى القصة دي كلها. كانت نتيجتها النهائية ان احنا نزلنا الاتش. ودخلنا الان اي. فاحنا لو جيبنا حاجة اسمها كاربونيك انهايدريز انهيبتور. هتقفل السيكة دي كلها. هتقفل كل الدنيا دي. مش هيبقى في اتش اساسا. يبقى دي مش هتشتغل. يبقى بالتالي السوديوم اللي كنا هندخله ده فضل هنا. وانت عارف طبعا ان كل ما زاد السوديوم في الجوه او كل ما زاد السوديوم في اليورن كل ما يسحب نحيطه مية. يبقى احنا عملنا ديوريسيز. ولكن هذه الديوريسيز ضعيفة جدا 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 يعني الكاربونيك انهايدريز انهيبتور. تأثيره الاكبر على عملية الاسيدوزيز دي. مش على موضوع الديوريسيز. وليه شغل تاني لو هو بيشتغل فين? بيشتغل في العين زي ما خدنا في المحاضرة الاساسية. بس لو انت قفلته. هتلاقي السايد افكت ان احنا معملاش الحوار ده. معملاش امتصاص. فبالتالي هيبقى السايد افكت بتاعنا اسيدوزيز. تمام? مش لازم تعرف كل ده. المهم انك انت تحفظ الكلمة دي وخلص. طيب الثازايد. السايد افكتز بتاعته احنا عارفين انه كل الديوريتيكس بتعمل هايبو كاليميا. يعني هي بتنزل البوتاسيوم في اليورين. ما عادة واحد بس روال بوتاسيوم سبيرنج. بقى انواعه طبعا. بيعمل هايبر كاليميا. فتلاقي اللوب ديوريتيكس بتعمل هايبو كاليميا. والثازايد يعمل هايبو كاليميا. لكن البوتاسيوم سبيرنج زي الاسبيرون ولكتون биعمل هايبر كاليميا. طب يعني هي هايبر يوريسيميا دي. في عندك حاجة في الجسم اسمها يوريك اسيد. يوريك اسيد ده ناتج عن البروتين ميتابوليزم. بينزل في الكدني بينزل في اليورين عادي. لكن آآ الثازايد احيانا بيشتغل على اجزاء بتاع الاجزاء في الكدني اللي بينزل فيها اليوريك اسيد بيعملها بدل ما ينزل اليورك اسد لأ انزل سوديوم لي? عشان خاطر نعمل ديوريسس فيمنع نزول اليورك اسد بالتالي اليورك اسد هيزيد في الدم ويعمل هايبريوريسيميا ده اللي هو بيعمل ايه? اللي هو بيعمل بعد كده مرض الجوت ان اليورك اسد ده بيترسب في المفاصل اكيد سمعت الكلمة دي قبل كده طب الو بدائريتكس يتعمل حاجه تاني اسمها يعني دي في الودان بيعمل تسامم في الودان او بيعمل مشاكل في الودان مش لازم تعرف التفاصيل. طب اوزموتيك ديوريسيس دي اللي هي زي ما قلنا بتخش جوه اليومن لما تكون مادة هنا لها اوزموتيك ريشار عالي مايقدرش يحصل لها ريابزوربشن لازم تفضل هنا. فبالتالي هي نفسها بتنطص نحيطها مية. يعني هتنزل مايا كتير في اليورن. فالسايد افكت بتاعها سايد افكت هيبقى هايبوفوليميا. هتنزل مايا كتير وطبعا هيبوتنشن دي اعتبر في كل الديوريتيكس. طب معلومة بقى ان الثايد مور افكتف فين في السود وفي الكبار السن. عكس البيتابلوكر اللي بتبقى احسن في الويت. هو في صغار السن زي ما هنقول بعد شوية. طب الثايد افكتز باختصار الهايبو كاليمة دي بتاعت كل الديوريتيكس معدق البوتاسيوم سبيرنج. ايه اللي بيحصل فيها لما يكون البوتاسيوم الليل في الدم ده بيخلي عضاتك توجعك او يحصل لك فتيج بسرعة. طيب هي هايبرجليسيميا. ليه عشان خاطر الثايد بتتداخل في الميتابوليزم بتاع الانسولين. ليه عشان خاطر برضو نقص البوتاسيوم نقص البوتاسيوم او اسف البوتاسيوم نفسه ضروري عشان خاطر البرو انسولين اللي هو الهرمون المقبل الانسولين يتحول لانسولين. فلو عندك هايبو كاليميا او البوتاسيوم نقص مش هتقدر تعمل انسولين. والانسولين ده كان هو المسؤول ان هو يدخل الجلوكوز جوا الخلايا لو ما فيش انسولين الجلوكوز هيفضل في الدم. حاجة اسمها هايبر يعني الجولوكوز كتير في الدم. هايبرجليسيميا دي هي هي اللي بعدين بتبقى دايابيتز. هو ايه مشكلة تعاني الدايابيتز? مشكلة اللي ما عندوش انسولين. يعني الجولوكوز كتير في الدم. هايبرجليسيميا لسه الانها اللي ممكن توصل لجوتة بعد كده. ولما يكون الكالسيوم اسف البوتاسيوم قليل جدا جدا. ده ممكن يعمل تأثير توكسيك على القلب. اللي هو ايه? اللي هو تورسيد دي بوينتي. اللي احنا شرحناها في محاضرة الاريزمية. بتخلي العيان يموت فجأة. بيقول لك كل حاجات دي بتظهر مع الجرعات الكبيرة بس. لكن لو الجرع قليلة ما تلاقش مش هيبقى في حاجة. طبعا الحاجات المميزة الاوتوتو تكسيستي للوب ديوريتيكس. والجينيكو ماستيا اللي هي التسدي. مع اسفيرونولاكتون قلناها في المحاضرة. يعني ايه يا جينيكو ماستيا? يعني مشكلة في هرمونات الراجل. اسفيرونولاكتون بيلعب في التستوستيرون والاستروجين متاع الراجل. فيعمله تسدي. نخش عالبيتا بلوكرز. طبعا احنا شرحناها بالتفصيل في المحاضرة. بس هنا فيه زيازات شوية اللي هي ايه? الكلاسيفيكيشن بتاعها. انت عارف ان فيه ريسيبتورز كتير للسيماسيتك نيرفا سيستيم. في الفا وان و الفا تو وبيتا وبيتا تو وبيتا سري. سيبك من بيتا سري مش مهمة دلوقتي. احنا عندنا بيتا بلوكرز نان سيليكتف. يعني نان سيليكتف يعني بتقفل كل البيتا او بتقفل بيتا وان وبيتا تو مع بعض. زي النادولول والبروبرانولول والتيمولول. في حاجات بقى اسمها لكن معها اي اس اي. يعني اي اس اي دي? يعني انترينسيك سيمبثيتيك اكتيفتي. يعني بتقفل او بتقفل الريسيبتور فبتمنع النور ان هو يمسك فيها. تقوم هي نفسها تعمل شغل بس ايه بس بارشل. يعني بدل ما كان نور ادرينان هيعمل افكت في الريسيبتور مية في المية. لا هيتعمل افكت تقاتين في المية اربعين في المية. فهي مش بتقفل الريسيبتور خالص لكن يعني بتقفلها شوية بتقلل بتاعها شوية زي مين? زي البندولول. طبعا الاسم انه مش مهم اوي. الحاجات البيتا وان سيليكتف يعني بيتا سيليكتف يعني بتمسك في بيتا وان بس. ما بتمسك شيف بيتا تو. بيتا كانت موجودة فين? كانت موجودة في الاساس في القلب. وكانت موجودة برضو في زي كل حاجات دي هتلاقينا اخدناها كتير في ده عشان خاطر في حاجات بقى مش خالص يعيب تقفل وتقوم كمان تقفل الفة زي لو تفتكر ده كنا بنستخدمه في علاج ويلا كان برضو بستخدم في علاج عشان كنا عايزين نقفل كل حاجة مرة واحد طيب في مين في السن الصغير ليه عشان خاطر تقدر انك انت توطي بتاعهم وتنايم قلبهم شوية لكن الكبار لا بيبقى الوضعيف اساسا فلو انت قللته اكتر او قللت الهارتريت اكتر ممكن يموت منك برضو كويس فيه العكس مين عكس الثازيد او الثازيد اللي احسن فيه الالدرلي واحسن فيه البلاك بيبول طب ما هي استخدامات البوتابلوك هربواج عام اولا يعني يعني مش في مش هنا لأ بتبقى هنا مسلا في او هنا في او من اي حتة فوق ليه الكلام ده عشان خاطر بتقلل اوتوماتيستي وبتقلل الكوندكشن الموجود فيه يعني بتقلل انتقال الاشارات فتستخدم فيه مرضو لو واحد كان عنده ما يقرد الانفاركشن قبل كده لو عنده حتة هنا في القلبه ميتة وعايزين نعمل الموضوع ما يتكررش ندي بيتابلوكار ليه عشان خاطر بتقلل احتياج القلب من الاكسجين فبالتالي حتى لو ضعيف شوية وكمية الدم اللي هنا قليلة او مقفول شوية القلب مش هيكون محتاج اكسجين كتير اساسا فمش هيحصل موضوع الاسكيميادة تاني والانجينا نفس الكلام بالزبط وهنفهم اكتر في محضرة الانجينا احنا هو لما نفعش يستخدم في الكونجيستف هارت فيلير او في الاكيوت هارت فيلير ليه النوة هيموتة قالص لكن في الكرونيك هيبحيله عشان اهم متأثير ليه ان هو بيقل للال سيمباثيتك اكتيفتي على القلب فبالتالي بيقل للال ري مودلينج بعد كده ميجرين ده هو الصداع النصفي مش لازم تعرف الميكانيزم دلوقتي بالزبط هتعرفه اكتر ان شاء الله مع الاوتونوميك طيب الرين انجيو تنسين الدوستيرون سيستم برضو شرحناه بالتفصيل هنشرح الزيادة بس الرينين ده كان بيطلع من الكيدني والكيدني كان فيها اسمه متاع السيمباثيتك لما كان يحصله كان يطلع الرينين وبرده كان فيه سيلز اسمها مش لازم تعرف اسمها مش مهم كانت هيا بتطلع الرينين ده ازاي كان فيها حساسات بتحس بكمية الملح في الدم اللي جاي للكيدني او بتحس بالبلوت بريشر كل ما البلوت بريشر يبقى وليل تعرف كده ان كمية الدم اكيد قوله ايه ده فتقوم اطلع الرين عشان يعمل صوت اندوتر ريتنشا طب ايه الحاجات اللي بتستيميولات ان احنا نطلع الرين اولا الفازو ديليتورز ليه عشان بتقلل البلوت بريشر بتعمل فبتعمل يعني البلوت بيشهر قليل كمان البيتا اجونيست ليه عشان بتشتغل على بيتا وان ريسيبتور دي فتعمل زي الايزو برينالين الالفا انتاجونيست وهنا على حد علم يعني المقصود الفا تو انتاجونيست يعني اللي بتقفل الفا تو قدام الكولونيدين والكلام ده نحنا عارفين ان الفا تو دي اساسا سيمباثوليتك فاحنا لو قفلناها هنمنع سيمباثوليتك افكت فنقدر نزود الاستيميوليشن على بيتا وان فوسفو دايستريز انهيبتورز تعال نفهمها بتعندك الرينين هنا جوه الخلية بيحصله سيكريشن جوه الخلية عن طريق ان الاتب بيتحول ليه سايكليك اي ام بي وبشوية ميكانزمات مش لازم تعرفها السايكليك اي ام بي ده بيخلي الرينين يزيد في حاجة بقى بتعمل متابوليزم للسايكليك اي ام بي اسمها ايه اسمها فوسفو دايستريز نحن اختصر بس عشان الوقت فوسفو دايستريز ده بيكسر السايكليك اي ام بي يعني لو السايكليك اي ام بي هيقدر يطلع مثلا ميتر نيناية يوم هو ده يخليه طلع خمسين بس ده موجود نورمالي بشكل عادي فاحنا لو دينا ده واسمه فوسفو يقفل خطوة دي يبقى مين اللي هيزيد السايكليك اي ام بي بالتالي خمسين ريناية يبقى مية يبقى امتين اي ان كان المهم من العدد هيزيد طب اغلب الديوريتكس ليه الديوريتكس بتنزل مية كتير قوي او بتنزل كجزء كبير من بلاد في اليورين فبالتالي ضغط نفسه بيقل فطبيعي تستيمولياتر رينين الاناثيتكس ليه الاناثيتكس دي اللي هي المواد المخدران تكون داخل عملية مسلا وتاخد المادة التخدير طبعا مفيد جدا هنا ليه احنا عايزين يحصل مش عايزين عيان يتزني ويبعاز يدخل الحمام في وسط موام متخدر او في وسط العملية الحاجات اللي تعمل في الحاجات اللي بتنهيبط طب الانسيكريشن ده كمين مسؤول عنه قلنا البيتا وان بقى احنا لو عملنا بيتا بلوكر دينا حاجة بيتا بلوكر هنقفل بيتا وان دي فنقل لو ادينا حاجة بس بشكل مباشر اللي هو زي كما مشتغلو على الفا تو هيقلل برده السيماتيتك في كل مكان في حاجات بقى اه مباشر يعني مشكل مباشر زي الآلس كيرين عظم من كلمة دي مهمة طبعا ال اسي اي اي وال ار بي انت عارفهم من حضرة بالتفصيل طيب زيادات ال اسي اي اي اعافنا ان هو مور في مين في يعني اند ويت بالضبط زي البيتا بلوكر لكن عكس الثازايد في شوية فرماكوكاينيتيكس انا عالنفسي مش بحفظها بس انت حر بقى انت وشطرتك الكابتوبريل مش موجود شوية. ممكن ينزل. دي ممكن معلومة مهمة شوية ان الاكل بيتعارض مع. ليه? عشان خطر هتلاقيه عكس اللي. طب الهاف لايف ماشي. مفيش مشكلة. المهمة بقى اكتر معلومات مهمة ان ده يعني يعني هو نفسه ملوش بيدخل الجسم يتحول دي اول معلومة. تاني معلومة ان كل الحاجات دي اورال معادة ده واحد بس اللي هو ممكن اتخذ انترا فينس. زي احسن من كابتو بريل عشان خطر واحد اتنين ثلاثة. اخيرا معلومة مهمة جدا 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 وتيجي في الامسي كيو وهي ان الفوزينو بريل هو الوحيد بتاعه مش رينال. يعني كل دول اللي بتاعهم فين? في الكيدني. فلو واحد عنده رينال فيلير? لا. لازم تزبط الجرعة شوية. معادة الفوزينو بريل. طب اللي زينو بريل ده نوت ابرو دراج. ليه شوية مميزات تاني مش مهمة ما تركزش عليها في المحاضرة بس يعني الافكتات اقل مش متابوليزم وا وا وا. انت حر بقى طير او لا. طيب الليه الدواء ده حلو جدا. ايه الاسباب? هتلاقي بقى في شوية تلقيح على الادوات التانية هنا. يقول لك مفيش بوسترالهايبوتنشان. مين كان بيعمل بوسترالهايبوتنشان? كان اي حاجة بتعمل زي الهدرالازين. او الحاجات اللي كانت الفوزين مسلا كل ده كان بيعمل بوسترالهايبوتنشان. كان من ان هو سيف في الازمة ومرضى السكر. اصده على مين اصده على البيتابلوكر. بيمنع ايه لساكندري هايبرالدوستيرونيزم? يعني ايه تعني نفهم بسرعة? لو قلنا نديل كدني الرينال في فوقها غدة كده اسمها السوبرا رينال جيلاند. الغدة دي هي اللي بتفرز الالدوستيرون. كلمة هايبرالدوستيرونيزم دي يعني في زيادة في الالدوستيرون في الدم. لو كانت بسبب الغدة دي نفسها حصل فيها مثلا فحجمها كبر اوي مرة واحدة. دي حاجة اسمها يعني المكان الاساسي. لو اي سبب تاني بقى هو السبب يعني مثلا الرينينزاند. او اي حاجة في السكة دي زادت اوي في زودة الالدوستيرون اوي دي اسمها ساكندري هايبرالدوستيرونيزم. فاحنا لما قفلنا السكة دي يبقى احنا علجنا المرض ده. طب وبتمنع البوتاسيوم لوس عشان تعرف طبعا ان الالدوستيرون بيزود بنقص البوتاسيوم او بنزل البوتاسيوم في اليورين فاحنا لو قفلناه هنقلل البوتاسيوم لوس. طب رينالبرفوجن كويس يعني مش بتعمل جامد اوي مش بتمنع الدم انه هيوصل للكيدني. كمان بقى ودي اهم واحدة ان هي بتمنع سواء بتاع او بتاع يعني بتخليها تفضل على حجمها عادي ومطبوصش. مفيش هايبر يوريسيميا او هايبر ليبيديميا اللي هما كانوا مع مين? كانوا مع الديوريتيكس. مفيش زي مسلا لما تبطل الكلوندين مفيش الكلام ده. بيقول لك عمان جودة الحياة بتبقى كويسة. يعني الدواء والدنيا في لزيزة. يعني الحاجات اللي كانت بتوسع كان عندك الهيدرالزين كان بيوسع بس ومكانش بيوسع الفين في يعني مش خالص اقصى حاجة لأ لما بيتاخد مع بيتا بلوكر ليه عشان خطر انت عارف ان اي حاجة هتعمل عنيف مرة واحدة القلب هيعمل ان هو يزود عشان يعوض الموضوع ده يعوض الضغط للنزل قوي ده اسمه رفليكس تاكي كاردية فاحنا بنقفل الرفليكس ده بنحنا ندي بيتا بلوكر هيقفل الريسيبتروز اللي على القلب اساسا ان ممكن يزود الهارتريت كمان ممكن ندي داوريتيك ليه عشان خطر اي حاجة بتعمل او بتعمل 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 او سولت ان دوتا الريتينشن فاحنا بدي داوريتك عشان ننزل الحاجات دي السايد افكت اللي هو اللوبا سلاك سندروم نا كان موجود في الكتاب برضو في المحاضرة اللي شرحناها بس زيادة ان هو او المتوقف الدرج طيب مينوكسيديل احنا هنعرف جيد هنا ان هو برو درج وبيتحول جوه الجسم من مينوكسيديل صالفيت بيستخدم في ايه فلسيفير ماليجنانت هيبرتينشن يعني ماليجنانت دي يعني دينا دواء والتاني والتالت عملية دي في ادوية الادوية التقليدية بتاعتنا مفيش استجابة ساعتها بس ننجيء للمينوكسيديل يعني مش فلسلاين ولا ساكنلاين ولا اي حاجة بيستخدم برضو في علاج الالوبيشيا اللي هي الصلع زي ما قلنا رجال الصلع بيحبوا انهم يحطوا منه بيساعد شوية على نعمل للفيزلز الصغيرة اللي رايحة للشعر فيزود كمية الدم اللي رايحة للشعر فينمو احسن برضو بيطلع الدقن وحاجات تانية يعني سايد افكت زي ما قلنا زي اي واحد بيعمل بيعمل يعني بيزود كمية الدم ممكن يعمل ممكن تقلي بعد كده ممكن يدي حمل زيادة قوي على القلب زيادة فيعمل يعني زيادة شعر الجسم في اماكن غير الاماكن الطبيعية يعني تلاقي وشك في شعر تحت يعنيك مسلا اه لو واحدة ست ممكن تلاقي عندها ده وهكذا من اسمه كده يبقى هو اجونستلمين لريسبتور بتاع الدوبامين اللي هي دي وان ده بيوسع الارتريولز وكنا اخدناه في في الاميرجنسي هايبرتينسي في امرجنسي بتاخد ازاي انترا فينس عشان امرجنسي حالة عجلة ويقعد عشر دقيق بس مدام بيعمل هيبقى كده تلاقي الفلكسي تاكي كارديا مدام بيفتح الفيزلز هتلاقي هدك دي بقى مهمة جدا 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 وتيجي في الامتحاد ان احدى بتاعته الجليكوما ليه بيزود يعني بيزود الضغط جوه العين فبالتالي بيعمل مية زرقة هتفهمها اكتر في رمضان ان شاء الله ناو تفتكر كان بيفتح الاتنين والفيزلز احنا عرفنا هنا ان هو يعتبر برودراج ليه بيحصل له متابوليزم جوه ويتحول ليه اللي بعد كده يقوم بعد كده سايكل الجيمي بي عشان يعمل ريلاكسيشن للموجودة في الفيزلز يعني بيريلاكس الموجودة في العضلات بتاعت الفيزلز فيعمل ايه هم سايد افكت بيتحول بعد كده او بيتراكم السيانيد جوه الجسم طبعا سم السيانيد ده سم مشهور جدا جدا فالجسم يتعامل معها بعد كده ان هو يعمل له ثايو سيانيد طبعا اقل سمية بمية مرة من السيانيد ولكن برضو تكسيك نوعا ما لو عدت فترة طولة بتاخد الدوة ده هتلاقي فيه عرض الثايو سيانيد تكسيستي زي نضعف يعني انت مش مركز مهالوس كده وممكن تلاقي كونفالجانز او فتس لازل ابليبسي طب السيانيد نفسه لو كتر اوي بيعمل متابوليك اسيدوزيز واريزيما وهيبوتنشن ويموتك طبعا سم الثايانيد مشهور اوي لو واحد عنده سيانيد تكسيستي هتعالجه ازاي بالثايو سولفيت اهم بتاعت معلوماته ان هو بيزاود السيانيد اللي بتحول للثايو سيانيد والاتنين تكسيك لكن السيانيد تكسيك اكتر بكتير وبنعالجه بالثايو سولفيت دايازوكسيد كنا اقول لها من بتاعته ان هو ممكن يعمل هيبرجليسيميا فالمعلومة اللي عندنا دلوقتي ان لو واحد عنده مشكلة في الانسولين ان جسمه بيفرز انسولين كتير انتعالف الانسولين بيتفرز منين بيتفرز من البانكرياس فلو واحد عنده مشكلة في البانكرياس عنده هيبرانسولين هتلاقي الانسولين العمال ياخد كل الجلوكوز الموجود في الدم ويدخل جوه الخلايا فهتلاقي الجلوكوز في الدم مؤلاء القوي حاجة اسمها هايبو جليسيميا فاحنا ممكن ندي ده ده عشان نستفيد بالسايد افكت بتاعه ان هو يزود السكر في الدم او يعمل هايبرجليسيميا فالهايبرجليسيميا تروح مع هايبو جليسيميا معلومة ملهاش اي تيتين لازمة طيب فيه شوية دراج كمبينيشنز كده مش عايزين نستخدمها يعني منستخدمش الدوائن دول مع بعض اول حاجة لو تستخدم الفا او بيتا بلوكر مع كلوني دين الدكتورة كانت بانتاجونيزم بس انا مش مقتنع انا مقتنع ان بالعكس عنده نفس الايفكت الكولوني دين ده سيمباثوليتيك بيوطي السيمباثيتك والالفا او بيتا بلوكر نفس الكلام فالفكرة انتاجونيزية هو هو فاتستخدموه مش مع بعض انا مش عارف هايزا هي انتاجونيزم بس هييها تقدت كده في المحاضرة النيفيديبين والديوريتيك النيفيديبين ده كنا قلنا عليه ان هو كان عنده ناتريوريتيك افكت ان هو الدواء نفسه كان بيعمل شوية ديوريسيس فدواء في ديوريسيس وتقوم تاخد ديوريتيك كمان لا اعتلاق فيه سينيرجيزي يعني الافكت هيزيد اوي فهتعمل ديوريسيس اكتر من اللي انت عايزه وتلاقي البلوت فوليومي بنزل اوي حاجة اسمها هيبوفوليميا هيدراليزين ده كان بوازو دايليتر دي ايتش بي ابلده كان بوازو دايليتر ما ينفعش تستخدم من اللي تم مع بعض البرازوسين ده كان الفا بلوكر يعني بيعمل ايه بيقفل يعني نعمل فنفس الافكت فما يلوش لازمت استخدمهم مع بعض لانو نفس الافكت طب الدلت يا زيم والفيراباميل لاحظ هنا ان انا مأكلتش كلسيا متشان البلوكرس انا حددت ليه عشان الاتنين دول هما اللي كانوا شغالين على القلب هما اللي كانوا بيوطوا الهارت ريت وكانوا بيوطوا الكوندكشن والكونتراكتريتي وحاجات تانية. بس الموم دلوقتي عندنا الهارت ريت. مين تاني كان بيوطي الهارت ريت? البيتابلوكر. فلو استخدمت الاتنين مع بعض هتلاقي عندك سيفير براديكارديا. تلاقي عدد ضربات القلب بتاعت العيان قليلة جدا. الميثايل دوبة والكلونيدين عشان الاتنين بيشتغلوا على الفاتو. يعني الدواء هو هو فمافيش لازم تستخدم الاتنين. طب لو واحدة عيان عندها هايبرتينشم. ما هو الدواء السيف لها او امن مبدئيا كده مفي اي دواء امن. لكن في ادوية احسن من ادوية. يعني في ادوية اكثر امانا شوية زي الهادرالازين. ده كان فوزو دايليتور. الميثايل دوبة. محبوب اوي اوي في الحوامل. في بعض البيتابلوكرز الكارديو سيلكتف. تركز على القلب اكتر ما ما تروحش للرحم. احنا مش عايزين نشتغل على الحاجات اللي في اليوترس عشان العيل اللي في مطنمه ده. والبرازوسين اللي كان الفابلوكر. في حاجات بقى لازم تعملها افويد لازم تبع دعانها خالص زي البروبرانول الانداء ناند سيلكتف بيتابلوكر. هيروح على الريسيبتورز الموجودة على اليوترس. فهيئزي العيل. السوق ده قولنا ان هو تلاتوجين الجبدة. وبيخالي العيل اللي يطلع عنده فيتال مالفورميشنز. السيوليوم ناترو بروسيد. برضو مش حلو. اذا ادوية الدماء ولو رايح لليوترس ممكن يحصل نزيف مثلا. والديوريتيكس برضو تنزل ماء كتير فمش حلوة. دي كانت ازيادات بتاعة المحاضرة.